السلام عليكم ورحمة الله رحب بكم عزيزي الطالب في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوف اليوم رح نتحدث على موضوع 7-6 اللي هو Intensive Relationships Intensive Relationships معناه العلاقات أو العلاقة المرتبطة أو العلاقة المكثفة العلاقة الارتباطية يعني أكون هناك بعض الجمل اللي تكون مرتبطة وعند تغيير شكل الباترين أو عند تقديم وتأخير الجملة يبقى المعنى نفسه يبقى المعنى نفسه I imagined her beautiful أنا توقعتها حلوة I imagined her to be beautiful أنا توقعتها أن تكون حلوة أو I imagined that she was beautiful أو أنا توقعت بأنه حلوة هذا هو Intensive Relationship يعني العلاقة الارتباطية لحد الآن هو بس مجرد مقدمة عن هذا الموضوع اللي راح يصير بهذا الموضوع والتغيير اللي راح يكون عندي بالIntensive Relationship شو呢 هو في الحقيقة يعني هو راح ينطيق جملة ويقل لك يعني Transformed غير لي مثلا ينطيق جملة مثلا عندك هذه S-V-O-O حاول ليها S-V-O-A يعني حاول ليها من فاعل وفعل ومفعول به إلى فاعل وفعل ومفعول به وظرف يعني راح تكون عندي عبارة prepositional phrase زي نعيني يعني أنت راح تستبدل بالمفعول به الانداركت ب prepositional phrase راح يصير عندي تغيير راح أرجع أعيد لك الفكرة مرة أخرى الفكرة هنا أنه أنا عندي جملة هاي جملة بها فعل وفاعل ومفعول به مباشر وغير مباشر مفعول به مباشر وغير مباشر هذا الجيم أو علي أكارد زين هذا مفعول به انداركت الأكارد هو الدايركت الفكرة هنا أنت راح تحول هذا الباترن من S-V-O-O إلى S-V-O إلى S-V-O-A ظرف إذن هذا راح يكون عندي ظرف أي زين زين التغيير شنوة القاعدة اللي أتبعها أنا حتى أغير بها شنوة طبعا القاعدة هنا هي وحدة اكتبها يمك هي هاي تمشي على الكل القاعدة هي أنه يتم تقديم أو اكتبها يمك بلاحظة في هذا الموضوع في موضوع Intensive Relationship نقوم أولا بتقديم الـ الـ إلى نهاية الجملة أوكي هذا أجيبه أخليه في نهاية الجملة شوف أي اسم سواء إذا كان عاقل أو مضمير أو اسم أي اسم كان عاقل يعني أهم شيء يكون عسم عاقل أو ضمير زين أخليه في نهاية الجملة هذه أول خطوة الخطوة الثانية هي اختيار حرف جر مناسب حسب الفعل يعني كل فعل رح أختار لحرف جر رح أعيد الموضوع مرة أخرى خليك وياه الموضوع اسمه Intention Relationship الفكرة هنا شنوى أنا عندي Indirect Object هذا الـ رح أجيبه خليه بنهاية الجملة وأختار حرف جر مناسب حسب الفعل فهنا أنا عندي هذه الجملة خلي نحذف هذه الأشياء وخلي أنطيكم الفكرة وحدة وحدة أنا عندي جم هذا جبته خليته وين بالأخير انتهت هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية هذا حرف الجر أنا جبته أنا خليته ليش خليته طبعا الكارد ما لعبت بها مثل ما هي ما العلاقة بها هنا الجم عندي خليتها بنهاية الجملة وخليت حرف جر ليش اختار هلس هلس إذا هلس يعني كل فعل هو إلى حرف جر مناسب مثلا السنت ياخذ التو مثلا ليفت ياخذ فور مثلا هاي يشوف الجم تخليها بالأخير وهنا الكارد تبقى مثل ما هي الليفت تبقى مثل ما هو بس مجرد اختار الجم ويجيب فعل المساعد اللي هو الفور ليش خليت الفور لأن ليفت ياخذ فور ناخذ مثال آخر هنا play أجيب ونخليها بالأخير هاي خليت بالأخير بسوت بعد اختار حرف جر مناسب طبعا هي لو مع لو against يعني اقدر اقول انا لعبت ويا او اقدر اقول ضد اذا اثنين هنصح زين خلي ناخذ النوب حال اخر ايضا عدنا هذا الفاعل الان داركت اجيب اخليه بالأخير ويجي اختار حرف جر مناسب off هنا اللي عندي حرف جر اختار ليش لان ask off ask تجوية off هذي قاعدة هاي الفكرة يعني لازم تجبي يعني هي ask يعني ask تجوية off هي ش قاعدة واكو تمرين على هذا الموضوع ايضا راح نتحدث عننا ان شاء الله من ناخذ التمارين لان احنا راح نشرح يعني شرحنا هاسا حاليا مستمرين بتقديم الدروس لنحو المرحلة الرابعة ودائما شوكم فكرة او سؤال جديد احد يسأل نسألة نحلة وكذلك مستمرين برفع الدروس قريبا ان شاء الله اذا شفنا من حضراتكم تفاعل جيد اذا شفنا تعليقات حلوة اكيد احنا راح نستمر بس واي سؤال او استفسار احنا حاضرين ان قدم لكم ويا رب تستفادون من هذا الفيديو تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته